مرحبا بحسب المنظمات العالمية بيتعرض الأطفال لنوعين أساسيين من العنف سوق المعاملة من الأهل والعنف المجتمعي من قبل البيئة يلي عايشين فيها وتعتبر حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف أساسي من حقوقه بحسب قوانين اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بحلقة اليوم من كلينيك رح نعالج أسباب العنف عند الأطفال وطرق العلاج مع الطبيب والمعالج نفسي الدكتور مرام الحكيم ضيف حلقتنا اليوم ضيف حلقة كلينيك عبر هو الصوت لبنان ولتتابعونا بالصوت والصورة فيكم تابعونا عبر video.me أو عبر صفاحاتنا على السوشيال ميديا Voice of Lebanon 100.5 ولتتواصلوا معنا 01-325-3576-611-03 أو 025 واتساب صوت لبنان 76-611-01 دكتور مرام الحكيم أهلا وسهلا فيك بصوت لبنان أهلا فيكم يمكن كان يجب أن نبدأ بموضوع عنف الطبيعة الخوف من الطبيعة والإنهيار النفسي أو الخوف والهلع اللي عم بيشو المواطنين جراء هالهزات المتتالية اللي عم بتصير كي مش بس هزة أرضية هزات متتالية متل ما قال سنين من الهزات فعلا ده تأثر على نفسية الإنسان ده ممكن تخليه يتصرف بالتصرفات مش مش واعي إذا بدك اللي قال لك شو حسب أنت وين إذا أنت وعيت من النوم ومصر شيء يمكن ما تتأثر كتير تخاف شوي ويمشي الحال إذا أنت بقريب على الأفي سنتر طبع الهزة وصار شوي تكسير أو حدا صار له شيء تأثر أكتر بيعتمد على شخصيته أكيد وعما وقعه من الهزة وممكن الخوف يستمر لوقت طويل بعض الناس بيعملوا تراما عليه مثلا إذا وقع الحيط عليه إذا وقع الجيران وصار له شيء كذا ممكن أكيد بتصير هذه بسمية Post Traumatic Stress Disorder يعني ما بعد الصدمة يعني الله يناجي الكل وإن شاء الله تكون إن شاء الله تنعاد على ما يبدو أنه عم بتصير خلال نرجع لموضوع حلقتنا أسباب العنف عند الطفل تتعدد الأسباب صح؟ أكيد أكيد يعني في عدة طرق لتوصل لأنه يكون طفل عنيف والطفل العنيف كمان حسب عمره يكون تعبيره عن العنف مختلف يمكن فبس كأسباب لنرجع الأسباب أكتر الأوقات أكتر الأوقات إما هي يساءل الطفل أو هي نقص بحاجاته أو بيكون في عوامل أخرى عوامل أخرى مثلا في العنف العائلي عنف الأسري البي والأم البي والأولاد الأم والأولاد قدامه خصوصا هو عم يكبر وفي عنا طريقة التربية كمان في عنا يعني طرق تربية يلي بيصير فيه أخذ عطا بين الأهل والطفل وبهل أخذ عطا بنحميه من أنه يصير عنده ردة فعل بس فيه نوع تربية من نوع كثير يعني صارم أو ما فيه أخذ عطا يعني ليه أعمال هيك ليه بدي أعمل هيك لأنه أنا قلت ما فيه ما فيه نقاش ما فيه نقاش ما تسميه نقاش ما فيه شرح حتى ما فيه شرح ياريت فيه نقاش يعني فحتى شرح ما فيه فبهالبيئة هذه إذا الأهل كان واحد منهم أو اثنينهم بهالطريقة هاي بتعاملوا وهالطريقة الفوقية أو الطريقة الاثوريتاريان ساعتها نحن عم نحضر الطفل لأنه يكون عنده ردة فعل وردة الفعل تأتي بأدة أشكال واحدة منا أن يكون عنيف بس عنده نوبيت غضب هذه الأسباب مختلفة الأسباب هي مثل ما قالنا إساءة أما جسدية نفسية جنسية إلى آخر فيه عندنا الإهمال لحاجاته ما بيلمسوه ما بيحملوه كذا بأعمار حسب العمر وفيه عندنا التربية القاسية هايدي وفيه عندنا العنف الإسري وفيه عندنا شغلة واحدة كتير مهمة هو تقلب المواقف عند الأهل يعني بيقولوا له مثلا هاي الشغلة ما تعملها ثاني يوم لأ معلاش ثالث يوم لأ عملها ما تعملها هيدا كمان بيخربط الطفل بيصير عنده ردة فعل أحد ردود الفعل هي أنه يكون عنده عنف ممكن سير عنيف مع المخيتين فيه لدرجة مؤذية يعني بصير يدرب بيصير يكسر بيصير فيه عندك أطفال توصل لهالدرجة ايه بتوصل أكيد فيها توصل خصوصا عندك الأطفال اللي هذول هلأ صرنا بحال مرضي خلينا نحكي على حالي بلا مرض ومرض يعني بلا مرض اللعنف لوين بيوصل معه إذا ما كنا حالي مرضي حالي مش مرضي بين السنتين وثلاثة أربعة سنين ممكن يعاد ممكن يلبط ممكن هو يدرب بيديه ممكن يصرخ أكيد ممكن يكون عنده النوبة نسمية temper tantrum بيقعد على الأرض وبيبكي وبطل يعمل شيء وكذا هذا نوع من الرد الفعل بعدين عكبر ممكن يصير عنده ضرب يعني مبرمج مثلا إذا خلق خيو صغير أو شيء بيصير يقرصه ويضربه وكذا إذا بيقدر يزمط فيها وبعدين شوية أكبر بيصير عنده مثلا الكلام اللي بيجرح بيقدر يكون بيجرح بالكلام بيسب بيبهدل إلى آخره بيخفف من قيمة الشخص الثاني وبعدين شوية بس صير حصوب التين ايج أو قبل التين ايج يعني فيهم الأشخاص كمان العنف تبعهم يظهر بشكل ثاني هو أنه يعملوا أما بولينج اللي هو التنمر أو أنه يعملوا مكايد بين بعضهم يعني يعني يعملوا مشاكل بين بعضهم يحكي كلام يلي يخليها الشخص ضدها الشخص والشخص هذا كمان نوم العنف بيقلد أهله بالعنف ايه يعني إذا أمه بيه تخانقه هو بيخانق إذا انضرب بيضرب إذا كانت أجواء البيت منه سليمي ما بيطلع سليم إذا أجواء البيت مش سليمي يعني حتى لهو من ضرب حتى لو البي والأم عم يتخانقوا إما كلميا بالصريخ أو شيء من هالنوع كل يوم في معركة أو شيء أو بالإيدين هذا بيأثر بالطفل بس مدرور يطلع عنيف على الأكثر بيطلع ممكن عنده طريقة معاملة والمستقبل للآخرين بهالطريقة طريقة عنيفة أو ممكن يصير عنده اكتئاب يصير عنده قلق أحلام مزعجة إلى آخرين ما فينا نحدد بالظبط شو رد فعله بس حيصير فيه رد فعل أكيد أكيد يعني ما رح يطلع طفل مثل ما هني عبالهم يطلع ليش قبل أنه تطلع هيك بنا نسأل حالنا هيدا السؤال ساعتا انت بك تسأل إذا هني عبالهم لأنه هني عبالهم بعضهم عم يخبطوا بعضهم يعني مع الأسف مع الأسف حكينا على الحالات اللي ما وصلنا للمرضية مرضيا في عنا الحال يعني خلينا نبدأ بالخفيف عندنا الطفل يلي هو قليل انتباه إلى آخره هذا الطفل أحيانا كثير الحركة قليل انتباه أحيانا بيكون عنده عنف أحيانا في عنا بعده الطفل يلي ما نسميه طفل عنيد الطفل العنيد الطفل العنيد بيقدر يكون عنده عنف مبطن وبيحقود على الآخرين وبيحمل ضغيني وممكن يرجع يأذي عندك بعدين مرحلتين الطفل يلي مسميه خطر شوي حتى لو هو طفل حتى لو قلنا ما عم يستوعب شو صار بس وعم يستوعب لا لا حسب العمر ما هون دائما ما تحدد العمر بس في عندك أطفال يلي مثلا بيقتلوا حيوانات صغار بيسرقوا بيكسروا أشياء بيأذوا الآخرين إذا زمطوا فيها ما حدا شافهم هذو الأطفال مستقبليا نحن عم نحكي على شخصية مرضية جدا يعني شخصية من نوع الإجراميين كيف بس بالطفولة ما منسميها سايكوباث أو شي أو أنتي سوشل منسميها وبس يوصل العمر معين ورح يظل مكمل على أكتر بس ساعتها بيصير هو تشخيصه اضطراب شخصي للإجراميين هذي مشكلة هذا بيجي كمان تختلف الآراء إذا فيه عوامل جينية بس أكترهم كمان فيه عامل جيني بهذا الموضوع دكتور ماشي كتير قوي فيه حالات مثلا بيكون فيه خربطة بالكروموزوم إلى آخره ممكن يصير عندك مثلا الهرمون الذكري زيادة عن زوم بس هذه حالات نادرة أكتر الحالات مكتسبة هلناخد اتصال ألو 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 تفضل انت على أولا ألو مرحبا قندري ألو تفضل ايه ألو ايه عم نسمعيك ألو يعطيك العافية لك بالعكس هو أكتر ممكن يكون بيستحي ممكن يكون مدلع مضروري حسب البيئة تبعه يعني هون بلبنان يمكن يكون مدلع أو بالمناطق هون بس أنان وعنيد لا أبدا ما لدخل الوحيد الوحيد ممكن يطلع مثلا وحداني ما عنده شجاعة يحكي مع الناس بعدين ممكن إذا أهله غلطوا معه ومخطوا له حدود يطلع يعني نسميه مدلع مثل ما يقولوا على اللبناني منزوع 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 أكيد هون فيه لغط بين كلمة مدلل ومغنج وبين أنه طفل ينعطى حب مضبوط يعني هون مثل ما بيفهموها أنه الطفل ما حطوا له حدود أنه دائما بيجيبوا له البدوا إياه هذا مش ترباية هذا غلط يعني الطفل من ضمن واجباتنا تجاه الطفل أنه حطوا له حدود لحتى يعرف يتعامل مع المجتمع الكبير حوله فوقت لي بيكون طفل وحيد وبيخلوه يعمل بدويات طالع نازل مت ما بده أو بيشجعوه إذا ضرب حدا أو سبله شي مسبه أو عمله شي شغلي هذا ما أنه تربية هذا ممكن يطلعوا بهالطريقة المدامة نحن يعني معروف عنه إذا ضربك تضربه بيقولوله للصبي للولد دفاعنا عن النفس ممكن بس إذا بتنحل بغير طريقة بس أنا عم بحكي عن الناس يلي مثلا ما بيحترموا أوقات النوم الناس يلي بيشتغلوا ما أدرين يكونوا مع الطفل بيجيبوا له أشياء مادية ألعابه ما ألعابه مدري شو هذا مش مزبوط هذا هذا الشيء ما بيعود فالطفل يلي مثلا ما بيسمع قوانين البيت أوكي هني بيسمحوا له يعني الطفل يلي إذا ضرب هذا غير الوحيد مثلا الطفل إذا ضرب حدا أو خيه أو بالمدرسة ما بيحكو شيء هذا تعتبر تقصير بحق الطفل فبس كونه وحيد هيك بحد ذاته لا مدروري مدروري لا أبدا أكيد ما في علاقة ما العلاقة بالطفل المعنف بأنه يكون وحيد أسباب معنوية وإذا بدك نفسية يمكن بتخليه تصير معنف بتخليه تصير عنيف أكيد هي أسباب نفسية لأنه أول شيء أسباب نفسية من ناحية نظرية التعلم بيشوف أهله قدامه بيه أو أمه يتخابطوا أو بيه بيضربهم أو أمه يتضربوا خياته هذا التعلم في عندك نظرية التراما يعني الجرح النفسي أو الصدمة النفسية وقعت لهوي بيشوف بيه أمه ممكن بيه زي أمه يمكن ما يقدر أنه حتوقف المعركة هوم يمكن فكر حيصير في أكتر من هيك يصير عنده كل يوم خطبة ثانيا الأزى المعنوي الأزى النفسي بيكون إنه إذا هو بنضرب كمان هذا بتعتبر إساءة أبيوز يعني جسدي وأبيوز نفسي كمان لأنه بس ينضرب يمكن يسمع عم سبي إهاني بهدلي أو بلا سبب حتى وقت لي بلا سبب هذا بيعتبر إساءة ذهنية شو الإساءة الذهنية؟ وقت لي ما بفهم شو عم بصير يعني في عندك الجسدي والنفسي والعاطفي والجنسي والإساءة الذهنية مثلا الأطفال يلي بيقولوا لأولادهن إنه الوضع معين حينحل بهالطريقة أو هذا بتتعاطى معه وهيك بيكون معلومة غلط هذا إساءة لأنه بس يطلع لبرة بيشوف إنه لا كله غلط بس نرجع عضية التعنيف أكيد لكان فيه إساءة وبعدين عنا الأولاد المهملين الأولاد المهملين مش معناته ما عنده بيت مش معناته ما بلوح المدرسة مش معناته ما عنده لعب الولد المهمل هو المهمل عاطفيا بشكل خاص إذا بدك بت مشرح أكتر بعد نفض إتصال دكتور ألو إيه بونجور بونجور وطي الصوت من حدك واسمعنا على التلفون لو سمعت أوكي أوكي تفضل بس فدي أستشير الدكتور يلا تفضل الأطفال اللي عندهم اللي أول ما خلقوا كان في صعوبة في وليدتهم بتأثر شيء هايدي عن النفسية أكيد 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 بتأثر هايدي معروفة إلنا لأنه نتعطى بالتراما يعني الجروحات النفسية أو الصدمات إجمالا يعني بعد شوي شوي عم يتعرف الجسم الطبي على الشيء بس هو من سبعينات معروف هذا الشيء تسميه بيرث كومبليكيشن يعني تعييد بالولادي في يشمل ضغوطات شديدة على جسم الطفل في يشمل عدم وصول الأكسجين لألو هلا بشرح كيف منع في يشمل برد كتير إذا طلع لبر ما دفوه في يشمل انقطاع الدم والأكسجين عنه في يشمل يعني الحبل السري بنربط على عنكم هدول كلهم صدمات كتير كبيرة حتى يعني يعني شو حيكون نتيجتها بس حتكون نتيجتها انه جهاز العصبي صار شوي بيوضع هش أكتر بالنسبة للصدمات المستقبلية وإيام بيكون يعني من الشدة هالصدمة خصوصا مثلا إذا الطفل إجاء بالشقلوب يعني الطفل المفروض ينزل رأسه وينساب جسمه بعدين إذا نزل بالعكس إذا نزل بالعكس بيكون قاعد هيك بيصير الأم توجع بيصير هو يوجع ومشكلة يرجعوا يبرموه إلى آخره فهيدا كله مش بس جسديا حتى نفسيا إيام نشوف أنه الأطفال بس يخلقوا بطريقة بعيدة عن الطريقة الطبيعية بيصير عندهم نوع من الغضب أو نوع من الشعور بالضعف هلا بتقلي كيف نحن بنعرفها من أشخاص كبار يلي اشتغلنا معهن وبعد مرحلة طويلة من علاج رجعوا عاشوا مثل مقتطفات من هالفترة هايدي بيسكرها الولاد أو ما بيعرفها دكتور نو الولاد ما بيعرفها بس جسمه الجهاز العصبي بيصير بشي بسميه يعني بصير مطبوع بهالتراما هايدي فعكبر وقت لي يرجع عاش هو بحالة نفسية معينة هايدي بالعلاج مش بالحكي العادي فيه علاجات خاصة للتراما بنشوف انه فيه مثل المقتطفات كله بيتسجل على فكرة بس ما بتذكر بالوعي بس موجود هو باللاوعي باللاوعي عند الطفل بتتسجل بتتسجل بس ما بتتسجل بمفهوم الكبار مش اذا حدا خبروا لا 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 لديك أبي الراسك لا 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 ما لعلاج خبروا أو ما خبروا ما لدخل أبدا لدخل انه في شيء مثلا نقول الطفل انضغط كتير بالولادة انضغط لنقول الطلق كتير قوي لنقول الحكيم عطاها بيتوسن للمرأة وصار الرحم يكبس كتير هذا التراما للولادة فهذا الطفل بس تصير بعدين اكبر عليه ضغط نفسي نفس الخوف هو ما بتذكر كيف ولا هذا بس كمية الخوف اللي خافه هو وصغير بتصير تعكس على الضغط النفسي يعني الشغلة البسيطة اللي غيره بتحمله ممكن هذا الطفل ما يتحمله هذا الكبير ما يتحمله لأنه عنده هالطبعة بجهازه العصبي انه تضغط بأذية شو بتكون ردي تفعله ممكن يصير عنده قلق ممكن ما بنام ممكن يصير عنده كذا بس نحنا كمان نشوف انه مثلا الفصام الفصام يلي مرض هو ما انه منتشر كتير بس يعني صعب صعب كتير الفصام احد هو مش معناته كل ما طفل خلق بطريقة معقدة شوي حيصير فصام يعني الفصام بس يعني واحد بالمية قد طالع نازل بس بس واحدة من الاسباب مش بس الوراثة وال الاخري هيدا التربية واحدة منهم خبرك سير دكتور انا خلقت بالمقلوب صعب هادي ايه صعب بقى عم تسمى عليك بتماعون على هيدا الموضوع صعب بقى يعني بهذا بيترك نوع من الصدمة على الجهاز العصبي هلا كيف تطلع بعدين متل ما قلت قبل شوي ما بنعرف كيف بس ما عرف انه بده تطلع بشي محال ممكن يكون هو القلق الزيادة ممكن يكون هو توتر دائم ممكن يكون هو اي شيء كل الاسبكترم مفتوح قدام الصعوبات يعني انا بشور بقى الزيادة اوكي يعني هذا احد الاسبكتر اذا اجيانا انجي قلق رهيب اي واذا ما عارف من وين مصدر وهون هلا عرفنا ممكن ما فينا نجزة ممكن بس بس ممكن اذا عملت جردي لحياة الشخص وما لقيت شيء هايك ضخم كثير ساعتها بتقول بلكي صاعد شيء قبل فهذا ممكن يكون مؤثر يعني خلينا رجع على المهمالين اللي انت بتحكي عنه الدكتور المهمال هو حسب عمره منعطى حاجاته جسدية ونفسية مش بس جسدية يعني هذا ذكرتها قبل كان فيه مقاوي بدولة اوروبية شرقية ما تذكر اي وحدة كان الدكتور هونيك عام اورفنج مقاوي كتير فيها كل شيء فيها اطبة وفيها نرسات وفيها اكل وشرب ما فيه مقاوي ما عندهم وقت يلمسون ما حدا حملون ما حدا غنجون ما حدا كذا هذا بحد ذاته ادى لوفاتهم لان فيه وصلي بين جهاز المناعة والجهاز النفسي الجهاز العصبي بيأثر على جهاز المناعة فهالوصلي هايدي اذا صار فيه ضربة لمنطقة نفسية بشدة كتير قوية واستمرت فترة طويلة ساعتها اي منطقة بالجسم ضمن المناعة او القلب او شي بصير يعني التلامس مع الطفل اساسي اساسي يعني حتى بس يكون كتير صغير التلامس بده كتير كمية التلامس بعدين شوية شوية بتخف بس مش زيره ما لازم تكون حتى كبير ما لازم تكون صحي خلانا ناخد اتصار دكتور الو موزور موزور هتفضل اتفضل انا عندي بنات صغيرة يعني بداية بعد عمرها سنة نعم بس مشكلة تشيرك فيها انه باية اه هو اكتر اكتره هاك اطلوبه هاك يعني مثلا اذا كانت تقول عم تبكئ عم بالتنق بصير يقول له يا بومي مثلا او انه قلت شو بتنق او مثلا اذا كدر عم باكل شي وطعس بباة كبكبت كذا انه انت ما بيضع لك شي اه هذا اساقه مدام هذا اساقه هذا بالدق او مثلا اذا عدنا بدنا ناكله او بكت بيقول له انت انانية مثلا عالسني عالسني او مثلا بحال ايه انا بعتقد انه هذا كاركتر راح يكمل هل انك بعدها مش كثير مستوعب بس لا لا بتستوعب من نبرة الصوت يا مدام سمعيني اش عم بيقولك اول شي الكلام ما بيلنسى هذا يمكن ما بتستوعب معنا الكلمة بس من صوته طريقة لغة الجسد بتعرف انه مش راضي عنا وعم ينفى وتاني شي الكلمات من طبعه بس تصير تفهمهم برجعوا بتعمل الكونيكشن وهذا حبيت اسرل على شخصيتها حياتصر على السعب النفس بكرة بتشوفي اذا متغير هذا الاسلوب بدي تتحضر حالك لصعوبات كثير اوكي انا بارث هلا هي بتعامل ردةكتر او قتب لاني بيقول لها خلص مثلا بيسترخ صوت اوض وجه تنقذ هي بتسكي كذا باكتب انا بارث انه بكرة تفهم معنى الكلمات مدام هي هلأ عم تتدمر البنات بلا معنى الكلمات الولد من الصوت من لغة الجسد من نظرة العيون من نبرة الصوت فيها نقزة كثير فما تقولي لي بس كلام كلام بزيد الطيم بلي بس تفهم معنى الكلمة بزيد الطيم بلي بس هالهجوم لا عم تبكي لو ما كانت عم تفهمه بتداية ما كانت بكيت عرفت علي؟ يعني مجرد قلت لي أنه عم تبكي هذا إثبات لألك اللي عم قولك يا مظبوط لأنه عم تحس بالأغراشن طبعه بالغضب طبعه بالإهانة طبعه حتى لو ما فهمت معنى بس لو بدي أطعك أنه هو كثير حنون عليها وبدأ عم تلعبا يعني بالأوقات اللي بيكون يعني هو مش أنه يعني بالأوقات بيكون عم تلعب بس بس ميوية وبيلعب ومضال بس وقت اللي بيعسس بيطلع منه هاي مدام هادي إثاءة بتسجل بالجهاز العصبي لو ضلوا يدلعها مئة سنة إذا ما بيحسن هادي الأسلوب بغيره كليا حتنأزل بنت حتنأزى وحتضيع لأنه ساعة هيك وساعة هيك تقلب المزاج تبعه بس بالنهاية الإثاءة سجلت يعني أيام كلمة واحدة بتنزع خمسة شعر من الاشياء المعاملة اللي بنيحة مرسي لازم تتناعش هيه جوزة كيف بده يبدأ أكيد بنتناعش معه وهذا هاي ساعة كبيرة ومنها هيني بعدين الطفل في هالعمر هذا من نبرت صوته بيبكي أنه بعدين هون عم لاحظ المدام هي مارت اسمها لكن عندها جرأة لطولة تحكية الصطة حسب وين جوزة بس كان عم يسمعك أو لا بس بدي أقول لها شغلي ما تعمل شي اسمه يعني ما تعمل ما تبرر ما تبرر إساءة موجودة ما تبرر إنه والله بيحبك بس هو هيك لا هيدا إساءة موجودة خلص تثبتت لو بيجيب للعب الدنيا لو بيحطها بأحلى مدرسة لو بيلبسها أحلى تياب بس بيعمل هالشغلات هاي دي بدو يأزيها كله هداك ما بيعني شي الحل إنه هي وجوزة يمكن يحكو هي وجوزة بدو علاج نفسي أو دوائي وهي وجوزة يحكو مع حدا لحتى يعلمهم كيف تعاطوا مع البنات الصغارة أو البلاد الصغار يعني لأنه مش مقبول نسمع كثير قصص دكتور خاصة أنت يعني بالكلينيك عندها كيمكن تسمع بعض قصص أكتر من هيك يعني بدي أقول لك أندريا نظرة للحق للذات والثقة بالنفس تنبنى أول خمس ست سبع سنين الأساس بعدين بصير تحمل أشياء تانية حتى لو فشل بأشياء كذا بس هدول السنوات التكوينية للشخصية تقريبا عند الخمس ست سبع سنين تنتهي بسكر هذا المجال هذه هون الثقة بالنفسية بيكون موجودة أم لا وكيف بيكتسبها من شو بيسمع من المحيط إذا المحيط بلبيه بحاجاته النفسية والعاطفية إذا هو طفل صغير كان محمول إذا هو شفايا عم بيكبر بيقول له عفاك يا شاطر بيلعبه معه ما بيكون البي بس عم بيشتغل والإنبل ما بعرف وين لا بده انتراكشن بده وقت إذا كان بفترة التعلق نسميها الاتاشمت بده يكون حدا معه عفترة سنتين ثلاثة مش مية بالمية معه بس يكون موجود لأنه فيه كونتاكت مباشا كان كونتاكت لأنه بغياب الكونتاكت الطفل بيرتعب يعني براسه ما بيعرف إنه الشخص موجود بيرجع بعد ربع ساعة ما في عنده خانسة تلوقت بقى منحس دكتور قويات الطفل بيهرب بيتخبى بمكان محدد مع كل شيء بيزعجوا عنده مكان محدد دايما هذا كأنه ملجأ له مكان محدد ممكن يكون حالة محل يلي هو بيحس فيه بالأمر بس هو مكان واحد دايما بروح عليه ممكن ممكن مدروري مكان واحد بس ممكن طفل معين إذا نجح أول كم مرة بأنه يبعد حاله عن الجو ممكن يحس إنه هذا المكان بيحميه ممكن يحس حاله بعضه ببطن أمه مثلا باللاوعي طبعه هذا يعني بس لأقل لك إنه بجرب يحتمي أو مثلا يفوت بالفرشي غطي راسه أو شيء أو تحت الفرشي يعني ممكن تحت اتخذ أوهاته كنا ناخد اتصال مرحبا مرحبا هذا الموضوع اللي عطول مع الدكتور كثير مهم وهو أساس للحياة أصلا يعني بس عندي سؤال أنا عم بلاحظ شغلي بدي أفهمه اليوم إذا واحد فيه عادي مثلا بيكون إنه مثلا أو بخيل أو بعطي أمثال أنا مش ضروري تكون أو بيعمل مشاكل أو ما بعرف يعني هيك مشراني أو طب هيدا الشيء مثلا إنه بجربه واحد يغير كل حياته بس بتحس بك إنه هيدا شيء خلقان يعني كل إنسان خلقان بصفة معينة بتختلف عن التاني وما إنه قادر يعالج هيدا الموضوع بس أنا بعرف شباب أصحابي بس أنا بيجي بقل له أنت عندك هاي المشكلة وأنا كمان عندي مشكلة وحيالله حدا عنده مشكلة أنا بشوفها أحسى ما هو بيشوفها ودائما منحكي عنا هي زي طب نلوخي طب لا ما بتغير هيدا الموضوع ما بيقدر مثل كأنه مكبش فيه ما بتكأنه خلقان هي هاي المشكلة معه أو يعني فهمت عليك ما بيقدر يعني حيالله واحد عنده مشكلة لابسطه لابس ما بيقدر يتخلص منه أو يشتغل عليها أو يغيرها أو ما عنده الأهلية رح جاوبك أول شي مش خلقان لا ما في حدا خلقان هيك بس فيه فيه إيام استعداد لمواضيع معينة أدمين ما أدمين كذا بس كخلقان فيها لا اللي بيصير إنه عدم تلبية حاجات معينة بيخلق ألأ شديد وخوف شديد هالخوف هدا بيدفع الأشخاص مثلا على البخل مثلا البخيل البخيل بيكون خايف بخيل بيكون خايف مش خلقان فيها بيكون خايف على شي مش مادة بس بيصير مادة بعدين عكبر مش مظبوط هالنظريته للمتصر لا 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 الإنسان ما بيخلق حامل شي بيخلق سفر نو مش سفر حامل تجربته بطن أمه كمان نعم إذا صار فيه محاولة إجهاد إذا أمه بتدخن كتير إذا بتاخد كاميكا يعني أدوي أو شي هذا كمان بيأثر عليه إذا صار فيه خناقة بيسمع الطفل ما بيقشها بس بيسمع الخناقة بيحس بكل هالأمور بيحس أكيد بعدين يعني أي خطر عليه بالنسبة لوجود الأكسجين و هالأشياء كله بيحس هذا منه صفر لا بس عم بقول بالصفات اللي تذكرها كله نكاتب شغلتين أول شيء قال أنه خلقان فيها لا مش خلقان فيها ثاني شيء قال أنه ما فيه يشتغل ما فيه ساعد حاله مضبوط ما فيه ساعد حاله من هيك موجود اختصاصات طبية أو نفسية خصوصا لهذه الشغلات يعني فيه آلية لنجرب نصلح الهفوات واللي إشي اللي صارت هو عم يكبر كل اللي يذكرون إن كان بخل أو غير بخل هذا جاي رد فعل عشيه ورد فعل عشيه سلبي ممكن يكون ناقص عاطفي ممكن يكون ناقص حنان ممكن يكون ممكن يكون هو طفل كان كتير فقير بالعائلة صار عنده رد فعل صار عنده تراوما صار بده يحتفظ بكل شيء فيه عدد سيناريوات سير بده يتملك كل شيء فيه عدد سيناريوات متوصل لخصلة معينة يعني الدكتور الأسباب المادية إذا بدك والاجتماعية كمان ممكن تودي لطفل عنيف إذا الأسباب الاجتماعية والمادية ما عم نحكي بس عنف هلا اللي نفتح باب جديد نا ممكن تؤدي لنوع من الاسترس النفسي ضغط النفسي إذا هذا استرس كان مستمر بيؤدي لأشياء نفسية ممكن يكون عنف أو غير عنف كان عنده قلق مستمر إنه ما بيقدر يؤمن هالشغلة ما بيقدر أكيد أكيد يعيش مثل مساحة ما عنده السلطة اللي عنده إياها المؤتدر ماديا من رفقاته هيا كمان بتعمل له قلق وبتودي للعنف ولا بس توقف عنده حدود القلق إذا عم تحكي على الأفراد ولا على الجامعات لأنه مثلا إذا بتشوف تركيب الثورات اللي اللي صايرة عبر العصور أكيد في عنصر اجتماعي في عنصر سياسي بفوت إنه هون جماعة معهم هون ما معهم بس هلا نحن عم نحكي أفراد كأفراد عكبر ما حيتأثر كتير إلا إذا كان وضع كتير محرور بس بيتأثر كتير إذا كان هو عنده مخاوف إنه يخسر شيء ما در يكون مادة بالأساس بس باللاوعي هو شيء معنوي وأكبر بيصير الشيء المادة بيرمز في عندنا الرمزية دائما في رمزية مثلا بالمدرسة الأستاذ بيرمز للبي مثلا أو المعلمة بيرمز للأم ما بيرمز للسلطة سلطة أم بي كله مع بعض السلطة كمان هي نفسها الرمز كله مع بعض هذا الأصحاب يمكن بيرمزوا للأخوي إذا عنده خياته أخوي عرفت كيف؟ باللاوعي فأحيانا نشوف تصرفات معينة تجاه ناس مثل أساذي أو أصحاب أو شيء يلي بكون شوي أور لأنه الشخص باللاوعي تبعه عم بعملهم كأنه هني أشخاص آخرين مهمين لقلوك نشوف دائما أنه معاملة سيئة بين الطفل مؤتدر والطفل فقير هاي دائما منشوفها هاي دي بتشوفها ليك حسب المجتمع كمان حسب المجتمع بس أيام الأطفال لحد العمر الأربعة سنين تقريبا أو حتى خمس سنين بيكون مفهوم الضمير والتعاون بعد ما كثير يعني شو بيقولون ما زبط بعد فلذلك بيشوف الأطفال بيقدر يكونوا عاسيين كثير مع الآخرين خصوصا إذا كان في شيء مختلف إن كان هو نوعية تيابه إن كان بحط عوائنات حتى لها الدرسة اي إن كان مثلا بيعرج إن كان شعرفني أي شيء من هالنوع بيلقاطوا عليه ممكن يسبب هالشيء من جملتها يمكن بس هذا كمان بيعتمد على التربية يعني قضيت إنه الطفل الغني يطلع دونيا للطفل الفقير هذا تربية بس إذا بدنا نحط التربية عجناب ممكن الأطفال بس يشوفوا حدا مختلف يعملوا لدفال لدفال عنيفة عنيفة أو مؤذية بالحقيقة أو شيء من هنا حتى ممكن توصل ل يكون فيه إخناقات بينهم هذا التنمر بيصير التنمر بيأذي كتير صح دكتور كمان ممكن يودي لأنه يصير الطفل عنيفة لا التنمر حسب مين يعني الطفل اللي عم بيعمل التنمر هو معنف أبي أو أصلا معنف إما معنف أو بيته فيه عنف أو ناقصه شيء عطفه حنان لمس شيء من هالنوع شيء نفسي أكدر ما هو أكل وشرب الطفل اللي بيختاروه لحتى يعنفوه أو لحتى يعملوا البولينج يعني التنمر ضده هذا الطفل أكيد بيصير عنده مشاكل نفسية بس ما هتكون أكثر عنيفة هتكون أكثر صوب الاكتئاب أو عدم ثقة بالنفس أو شيء من هالنوع ففي أقلية برجعوا بيصيروا عنيفين على غيرهم مثلا إذا بالمدرسة يعنفوه ورجع فاتع البيت شاف خيو صغير ممكن يعنفوه بس أكثرهم بيميلوا للاكتئاب يعني اللي بيحس إنه بده حدا أضعف منه تايحس بالسلطة أو ايه فيك تقول هيك يحس إنه منه ضعيف لأن هو التجربة اللي تركه فيه التنمر من آخرين ضده إنه هو كتير ضعيف ما طالع بإيده شيء هو كليا غير قادر على تغيير الوضع فوقت اللي بيشوف فرصة اللي يغير الوضع هو ضعيف فبس يشوف خيو أصغر مثلا أضعف منه ممكن يصفقه لأنه بده يصبت حاله مش بس فاش يدخل أول شي عم طلع الغضب ثاني شي عم بي شوية عم بيربي ثقة بالنفس يلي انفقدت كليا هوني حكينا عن التنمر حكينا ما رأيت معنا هيك أمور الكرام التحرش الجنسي يجوز هل التحرش الجنسي كمان بعمر معين لا شو بيوده التحرش الجنسي فيه يفتح كتير بواب يعني فيه التحرش الجنسي يفتح بواب الاكتئاب فيه يفتح بواب الشخصيات اللي مسميها اضطراب الشخصية الشخصية الحدية مثلا أو غيرها هالأشخاص بيكون عندهم مشاكل بالعلاقات مع الناس أو العلاقات مع الجنس الآخر إذا كانت تحرش من الجنس الآخر استيكر هاي بدي حلقة لحالة يمكن ممكن لا هلا عم نحكيها كلمة تانية بس نقول انه فيها تفتح عدة اشياء بس كلها عاطلة أكيد نعم دكتور مرام شان نكون هيك يقدرنا نفيد اللي عم يسمعونا عندك شيء أخير نختم في الحلقة تبس معينين اي بدي أول شغلي واحدة انه يعني طريقة التربية بتأثر كتير خناقة بين الأهل بتأثر كتير يعني هذه قضية الخناعة بين الأهل طريقة التربية اللي بتاخد وبتعطي مع الطفل مش هيكي جاي فرضيا تفرض على الطفل والعنف والشو اسمه العنف المنزل ضد الطفل وكمان ما فينا نقول للطفل هذا ممنوع بعد يومين هذا كتير عاطل كمان دكتور مرام الحكيم الطبيب والمعالج النفسي شكرا كتير لحضورك على صوت فبنان لهون بنوصل لختام حل الكلينيك حتى نلتقى من جديد بطلوب غير